حزمة عقوبات أمريكية وأخرى أوروبية فردت على إيران ولكن بضائعهم لا تزال تملأ الأسواق هنا وأن تحدث التجار عن صعوبة إدخالها أحياناً وفقدانها أحياناً أخرى إلا أن شركات وسيطة تلعب هذا الدور فلا تخسر إيران شيئاً كما يقولون نحصل على بضائعنا عن طريق شركات عن طريق كوريا أو الإمارات أو تركيا مثلاً ولكن هذا لا يعني أن كل شيء لازال سهل المنال لكن المشكلة الآن هي ارتفاع الأسعار المشكلة لا تكمن في إدخال البضائع بل بارتفاع قيمة الدولار وهذا يرفع الأسعار كثيراً ويقلل من الزبائن ولفهم الصورة أكثر واشنطن تتعامل تجارياً مع إيران عن طريق بعض الشركات هذا يبقى أمراً غير قانوني وفق نص عقوباتها أما أوروبا التي لم يسد حظرها باب التجارة إلا أن العقوبات على القطاع المصرفي تصعب طريق الحوالات المالية هنا تجد البلاد نفسها تحت تأثير غير مباشر لإدخال تلك البضائع يجب التعامل مع الأمر بحذر أكبر ففرض العقوبات على البنك المركزي يرفع سعر صرف الدولار كثيراً وبالتالي قيمة السلع والنتيجة تضخم اقتصادي أكبر ولكن حاجة المواطن تصعب الأمر على المسؤولين لإيجاد حل كثر هم من شجعوا على تحقيق اكتفاء ذاتي في إيران بعد فرض العقوبات بل وعدم منح تراخيص لشركات أجنبية تحضر التعامل مع طهران ولكن يبقى المستهلك عقبة تحتاج للإرضاء هنا يبقى المستهلك والحلقة الأضعف لا يستطيع الاستغناء عن كثير من السلع ولكنه إن الطر فهو يحتاج إلى بديل وإلى كبح للأسعار فرح الزمن شوقي المؤسسة اللبنانية الإرسال انترناشنال طهران